موسيقى موسيقى هو طلق التعاون اللي كان يتوقعه من الجيل اللي هو أكبر منه أو أسألك عن تجربتك الشخصية يا دكتورة رانية لقيت تعاون ولا لا علاقة نفسية ما تسمحش بالتعاون قوي وتواصل الخبر لا أنا بداية أقول أن أنا كنت سعيدة الحظ أن أنا يعني تقابلت بقامة كبيرة زي دكتور خالد فتح الله أنا يعني أعرف دكتور خالد من فترة طويلة والحمد لله يعني أصرفي جدا خبرته ما شاء الله كبيرة جدا وأضف لي حاجات كتيرة فعلا حطيت رجلي على بداية الطريق معاه بشكل صحيح يعني بسمي نفسي لمحظوظة لأنه أخذت من خبراته كلها بصراحة وأنا بخالش علي أبدا بالعكس كان على طول وقت جنبي وبيستندني مجال الإعلام شدني وعملت في الدكتوراه هو بصراحة كان مسندني طول الوقت وإداني من خبراته وده كان حظك هلو بالضبط كده ويريد كل الشباب يحظوهم كده بالضبط كده إذا يتعاون من الجيل الأقصر خبرك بالضبط كده أنا أقول أن أنا محظوظة لأنه فيه شباب كثير ما بيلقوش مثلا أن حد ممكن يسندهم ويقف جنبهم زي بصراحة دكتور خالد مواقف جنبي دكتور خالد مرحب بيت مرة تانية أهلا بيك يا سلام وأنا قدمتك في البداية أنك رئيس بعد الإزاعة والتلفزيون وده منصب مهم جدا نحن نتكلم عنه نعرف دوره بالضبط إيه ونعرف التطور اللي حصل فيه أنه أنا أعرف أنه شاهد تطور مؤخرا ونعرف الناس بدوره الرياضي لأنه نتكلم عن الإزاعة والتلفزيون يعني نتكلم أنه هي بتوعد كوادر من بقى الموهوبين أو متميزين في مجال الإعلام وبتدربهم فهل الدور ده فعلا لسه ليكن ريادة فيه وفيه تطوير فيه ولا لا الأول أنا بشكرك على الاستضافة وبشكر الأستاذة الدكتورة رانيا فيما أتعلق بمعهد إزاعة والتلفزيون هو صرح كبير موجود للتدريب الإعلامي من سنة 1953 كان اسمه معهد التدريب الإزاعي أولا وبعد ظهور التلفزيون أضيف إليه إدارة تدريب تلفزيوني فأصبح اسمه معهد الإزاع والتلفزيون هو الآن يضم ثلاث إدارات أضيف إليه أيضا إدارة التدريب الإداري المعنية بالموارد البشرية والنواح القرنية وإدارة تدريب للغات وإدارة تدريب للحاسب الآلي المعهد في بدايةه كان معنيا بتدريب العاملين داخل اتحاد الإزاع والتلفزيون فقط وبعض الذين يتم استضافتهم من برى مصر وفقا لبروتوكولات تعاون ما بين إحنا من سنة 2016 شهر 8 عراج التحديد بدأنا نعمل حالة من الحراك الشديد في معهد الإزاع والتلفزيون علشان خاطر الهدف الرئيسي ما كانش هدف ربح ولا أي حاجة لا هو الهدف الرئيسي كان أن إحنا الدولة المصرية والوطن العربي والمنطقة كلها في أعقاب ثورة بتعاني من حالة اسمها الأنومية إيه معنى ظاهرة الأنومية؟ ظاهرة غياب المعيير إن النهاردة القيام المعيير الحاجات دي كلها موجودة كلنا عارفينها بس ساعة التطبيق كل وقت بيطبقها على على مقاسه زي ما بيقول فكان مهم جدا إن المعهد يمد مظلة التدريب خارج العاملين في اتحاد الإزاع والتلفزيون أو الهيئة الوطنية الإعلام علشان ينشئ إعلامي قادر على إنه هو يبقى لديه الضمير المهني أول حاجة ثم المعلومة العلمية في مجال التخصص بتاعه بعد كده بنتجه إلى الخرجين اللي هم الناس اللي تخرجوا أيضا من الكليات أو العاملين في القنوات الفضائية الخاصة أو القنوات العربية برضك بنفس التوجه إن احنا بنوحد المعيير التدريبية بنوحد المعيير الإعلامية عند كل الناس طيب إيه الآليات اللي تمت عشان ده يتم عملنا موسم ناجح جدا للتدريب الصيفي في 2017 والسنة دي الحمد لله كان موسم ناجح جدا أيضا من خلال مجموعة من التدريب الحر وبروتوكولات التعاون مع الوزارات والهيئات والجامعات والكليات أيضا بنستقدم وبنستقبل المتدربين من كل الدول العربية طيب إزاي بتتم العملية التدريبية داخل المعهد إحنا بنتبع أحدث الآليات الموجودة في العالم اللي هو علم تعليم الكبار تعليم الكبير غير تعليم الصغير أيضا هناك فرق بين التدريب وبين نقل المعلومة نقل المعلومة العلمية المعرفية في المحاضرة يختلف عنه التدريب الذي ينقل مهارة تدريب عملي فلا فيها جزء كبير من الممارسة بيمارس والمدرب يمارس معه أيضا طيب من هو المدرب؟ المدرب هو خبير من الهيئة الوطنية الإعلام زميل هو نجم أساسا في مجاله ومحترم في تخصصه وقادر على أنه يبقى إعلاني منافس ابتداء ثم بيحصل على تدريب المدربين لكي يتحول من أنه مجرد خبير إعلامي أو نجم إعلامي إلى شخص قادر على التدريب فبياخد تدريب مدربين داخل المعهد وده بيكون من خلال أيضا أسات زكبار جدا دكتور سيد كاسب وطبعا في زيارته الأخيرة لجينيف السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الإعلام بيستقدم لنا رئيس أكاديمية التدريب في جينيف في التحل الإزاعات الأوروبية علشان يعمل دورة تدريب مدربين للإعلامين المصريين اللي هيدخله أيضا بعد كده نستغلهم في التدريب الاحتكاك وتبادل الخبرات هنا مهم جدا بحيث أننا أبقى واقف على أحدث النظم العالمية في تدريب المدربين أقدر نقل الخبرات من خلالها المعهد ليس جزيرة منعزلة المعهد هو جزء من الهيئة الوطنية الإعلام وبالتالي بيتعاون معنا كل الأساتزة والزملاء الإعلاميين ورؤساء القطاعات أيضا في الهيئة الوطنية الإعلام من أول قطاع الأمن قطاع التلفزيون قطاع الإزاعية القطاع الاقتصادي الهندسة الإزاعية حتى إحنا في الصيف بندرب كمان طلبة الهندسة قسم اتصالات وقسم كهرباء بالتعاون مع قطاع الهندسة الإزاعية التدريب نفسه بيتم جزء كبير منه في استوديوهات الهيئة الوطنية الإعلام داخل ما سبيره وبالتالي أنا بعمل احتكاك مباشر للشخص الطالب اللي جاي يتدرب أو للخريج اللي جاي يتدرب احتكاك مباشر معه الإعلامي يعني حاجة بتبقي قاعدة وبيدخل يتفرج أو يعمل احتكاك مجموعة من المتدربين يعملوا زيارة ميدانية يعملوا احتكاك ميداني للشغط وبالتالي هو بيشوف إن التدريب اللي هو بيحصل عليه ده هو بالزبط اللي هيشتغل من خلاله بعد كده طيب على مستوى بقى الوطن العربي الحمد لله إحنا يعني تجمعنا مجموعة من الاتفاقات وآخر اتفاق إحنا حاليا بنجهز له إن إحنا الدول العربية هنعمل تدريب جديد من نوع على مستوى يمكن الوطن العربي كله إن إحنا فيه سبعين متدرب هيجوا مع بعض هما دول فريق تم اختياره لإنشاء قناة في البلد بتاعته هذا الفريق سيحضر هندربهم في كل التخصصات الإعلامية بما فيها الإدارة الإعلامية والتخطيط البرامجي وتحديد الرؤية والهدف وكذلك التسويق لضمان استمرار هذه الوسيلة الإعلامية الهامة فإن شاء خبر حلوة أوي وخبر إدامي لسه إحنا يمكن الأسبوع اللي فات بتفويد كريم وتوجيه من رئيس الهائة الوطنية ألم أستاذ حسين زين مضينا بورتكول تعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية للتدريب في دولة الكويت وأنا متصور أن هذا التعاون والاحتفاق سينجم عنه فوائد مشتركة كثيرة مش بس على مجال الرياضة الإعلامية ولكن على الشعوب العربية أننا لما أعمل توحيد لمعايير التدريب ومفهيم التدريب أنا أحصل على إعلامي عربي قادر على أن هو يشعر بقضايا وطنه الله يكلام مطمئن جداً يا دكتور خالد أن المعد امتد مظل التدريب ومن العاملين داخل معد إتحاد الإزاعة والتلفزيون لعلى مستوى الوطن العربي كله وبيطلع كوادر بيخرج لنا كوادر وده الدور اللي احنا متوقعينه منه أو المنوط به القيام به من الأول حضرتك كمان طب منتنا أن التعاون هنا احنا مش بنشتغل في جزر منفصلة التعاون بين كل القطاعات الدكتورة رانيا عايزة أنفق من معد الإزاعة والتلفزيون أتكلم عن الإعلام أتكلم عن التطورات الحديثة اللي بتحصل مؤخراً في المشهد الإعلامي صورة الإعلامي نفسه رأيك فيها إيه يعني دور الإعلامي اختلف تأثيره اختلف مع التطور التكنولوجي مع تغيير قوانين الإعلام مؤخراً وتشريعات جديدة بنسمع عنها بنقرأ عنها لكن يمكن لسه المشاهد ما حسش بيها بصورة تطبيقية أو عملية في البرامد اللي بيشوفها دور الإعلامي أنه هو يواكب كل الحاجات دي ما يبقاش بس منغلق على الكامل يأخذ زمان ما يوقفشه في زمن معين على طول يطور نفسه فعلاً متطور وبيواكب إيه اللي بيحصل في العالم وإيه الوسائل اللي هي ممكن تخليه يبقى مفتوح على العالم الآخر وإحنا بنشوف خريجي الإعلام زي ما الدكتور خالد بيقول غير التدريبات اللي بيحصلوا عليها وتدريبات نظرية وعملية بنشوفهم بيزورونا في الستوديو بيشاهدوا التجربة زي ما الدكتور خالد بيقول عملية فيعرفوا إن فعلاً اللي بيسمعوه ده هو تطبيقه أهو قدامهم بالحرف على أرض الواقع هو إن كان بياخد يعني المواد بتاعته في كلية الإعلام نظري هو بيجي يكملها في المعهد عند دكتور خالد عملي ويبتدي يزور ماس بيرو ويزور مدينة الإنتاج الإعلامي يشوف الستوديوهات على طبيعتها يعني أنا شرفت بصراحة إن أنا كنت من ضمن الناس اللي كنت بيضرب مع دكتور خالد في المعهد في الوقت الأخير يعني وكانت تجربة بالنسبة لي أنا سعدت بيها جداً لإني حسيته إن أنا ممكن قدي من خلال تطور التنوجي إن أنا قدي إزاي تسويق إلكتروني إنه إزاي الناس تبتدي تعرف إيه مميزات الإعلام والسوشيال ميديا بقى طبعاً دلوقتي بقت كل واحد السوشيال ميديا دي قصة وعايزة أرجع أتكلم فيها معاكو لأن يعني هل السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي اللي حصل إحنا مواكبين الفكرة الجديدة عارفين إن ممكن نلاقي في فترة من الفترات القادمة وليست ببعيدة يعني إن في بديل للتلفزيون ممكن نلاقي إعلام بديل طب نواجه ده إزاي يعني وإحنا دورنا فيه إيه خلينا نسمع الأول رأي الناس في تقرير إحنا هنعرضه على حضراتكم أستاذا مشاهدين ونرجع نسمع رأيك ورأي الدكتور خات تطور التكنولوجي بالنسبة للعام أسرع من الإعلام لأن التكنولوجيا بتلاقي معك الموبايل بتاعك بتفتح الموبايل تخش على النت بيجيب كل أخبار عالم وإنت قاعد في بيتك وإنت قاعد في شغلك في الشارع في أي مكان نقدر نقول الألام السوشال ميديا قوي جدا وهو صاحب الكلمة رقم واحد دلوقتي عكس البرامج التوكشو عكس القناة الإخبارية عكس كمان الجرائل المطبوعة والمكتوبة وكده لا والسوشال ميديا نقدر نقول هي نمبر وين دلوقتي في التأثير على المواطن على القارئ على اللي عايز يدور على خبر معين والخبر بينتشر عليه أكتر من أي حاجة تانية دلوقتي التهكنiso اقدمت في التيلفونات ممكن الصحفي يصور ويني الحدث مباشر بس مباشر والمعلومات يجيب بسرعة المعيدين دلوقتي جميلوا والقطب دلوقتي يخشوا عن نت يحديسوا والأخبار ياخدوا المعلومات من عن نت يعني بيحاولوا يقولها حاجة اللي هما يجبوها عن نت دلوقتي يخش يعمل السيرش عن نت يجيب كل المعلومات عن مسألة الخبر عن حاجة عن حدث قبل كده عايز يحكي عنه المعلومة لما كنا بنستنعها عن الخبر دلوقتي من السهل جدا إن احنا نعرفها على النتو بكل سهولة لو في أي حاجة مثلا فاتتنا بننزل على النتو وعلى إتيوب بنعرف نجيبها بكل سهولة بدل ما كان زمان واحد يقرأ كتب كتيرة عشان يجيب معلومة دلوقتي بس بسرش على جوجل أو أي حاجة بجيب معلومة وبعمل حاجات كتير دلوقتي أنت بقيت قدر تصور صورة بموبايل مش شرط لقعك كاميرا عظيمة عيني عشان تطلع كواليتي حل لو صورت صورة بالموبايل والصورة كانت كويسة نزلتها على السوشال ميديا نزلتها على الانترنت على الفيسبوك وانستجرام أي حاجة هتوصل لعدد ناس كبير أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية بنستكمل حوارنا ودكتورة رانيا كان لكي رأيي في التطور التكنولوجي ودور الإعلامي والإعلام البديل اللي أصبح بنلاقي بدأ دلوقتي فيه تغيير بيحدث المشهد الإعلامي بنلاقي أحياناً القارئ أو المشارك في وسائل التواصل الاجتماعي بقى هو صانع للخبر أو متفاعل مع الخبر ومؤثر فيه فإحنا بنلاقي الصورة بتتغير ودور الإعلامي بيتغير بالضبط كده أنا كنت فعلاً بقول أنه دلوقتي أي حد ليه صفحة على الفيسبوك أو تويتر أو يعني أي من الوسائل التواصل الاجتماعي أو التشانل لليوتيوب أو كده هو بقى إعلامي بقى إعلامي بيطلع كل الخبرة الخبرة بتاعته في صورة مثلاً خبر بيكتبه على البوست على الفيس أو فيديو صغير ولهم متابعين أو بعضهم مؤثر وفيه بعضهم انتقل للعمل في القنوات من فيديوهات مجرد فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك فهو إعلامي أصلاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إحنا بقى وأنا شايفة برضو دكتور خالد يعني مهمة الحاجات اللي هي الأكاديمية أو المحترفة زي مثلاً المعهد عن دكتور خالد أنه هو يوجه الإعلاميين دول اللي هم لسه مبتدئين بشكل صحيح إنه هو يبتدي يديله بقى يعني إيه هو ميصاق الإعلامي بالضبط يعني هو الشخص مثلاً حاوب إنه هو يخش في المهنة دي بس مش عارف لسه مين اللي يوجهه مين اللي يقوله اعمل ده وما تعملش ده أو انت لو عملت ده هتبقى إعلامي قواعد المهنة قول المهنة ليه قوانين وقواعد الأصول إحنا مش بنقول نحنا نبقى فيه حالة جمود يا دكتور خالد بالعكس إحنا طلبين التطور وده اللي حضرتك بتؤكد عليه أن معادة الإزاعة والتلفزيون بيواكب التطور سواء انتشاركوا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي سواء امتداد مظلة التدريب للدول العربية وللخرجين وجير الخرجين والكبار زي ما حضرتك بتقول وده الدور الرياضي يعني ده تلخيص لمعنى رياضة لكن بنقول برضو إن فيه قواعد وأصول إحنا نواكب التطور لكن إحنا نضرب الإعلاميين برضو إن فيه قواعد وأصول لأن إحنا بنلاقي مشاهد غريبة مؤخرة طبعا هو كلامك مظبوط جدا أنا بس عايز أرجع لورا شوية تاريخيا إن يعني العالم شاهد أربع ثورات كبيرة في مجال العلم ولها كانت ثورة كوبرنيكوس إن هو أهل الأرض كروية ما هيش مسطحة ودي عملت ثورة ضخمة جدا في علم الفلك وعملت إزعاج كثير ثم تطبيقاتها عملت خير كثير البشرين الثورة التانية التكنولوجية أو العلمية التانية اللي هي كانت ثورة أصل الأجناس بتاع داروين ثم الثورة الثالثة بتاعت فريد في علم النفس ونحن الآن نعيز زمن الثورة الرابعة اللي هي الثورة المتعلقة بالغطاء المعلوماتي الغطاء المعلومات اللي إحنا بنعيش فيه أصبح يؤثر علينا وعلى مجتمعنا وعلى العلاقات الإنسانية بمعنى أنت حاضرتك وانت قاعد النهاردة بتبيعي وبتشتري وبتاكلي وبتلبسي وبتحجزي قطر وطيارة وبتعملي كل اللي إنت عايزاه من خلال دنيا المعلومات في الواقع الافتراضي نعم بنعمل بيزنس كمان وإحنا أعزين دلوقتي وإعلام وإحنا أعزينه نعكاس الكلام ده على الإعلام نعكاس الكلام ده على الإعلام أن المواطن أصبح يصنع إعلامه ده كلام جميل التشريعات بقى الجديدة اللي حصلت في الإعلام في مصر القانونين الإعلامية أو قانون الإعلام الجديد اللي هو عمل مجلس أعلى للإعلام ثم هيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للتلفزيون والإزاعة والإعلام الإلكتروني الإعلام الإلكتروني أصبح في جعبة الهيئة الوطنية الإعلام إدارة أصول الدولة في هذا المجال ثم نقابة الإعلاميين التي تضع ميساق الشرف الإعلامي وتضع مدونة السلوك الإعلامي وتضع بعد كده الضوابط اللي هي من خلالها الإعلامي بيشتغل إن أنا بشتغل فيه السواب وعقاب للإعلام أما السواب والعقاب للمؤسسات الإعلامية فده بيقوم به المجلس الأعلى للإعلام النهاردة لو واحد عنده صفحة إلكترونية في أحد المواقع وديه أكتر من خمس تلاف متابع بيعمل على إنه وسيلة إعلامية وبالتالي بيضبط الأداء الإعلامي ضبطا شديدا إحنا عملنا بروتوكول تعاون بالفعل ما بين معهد الإذاعة والتلفزيون بتفويض من السيد الأستاذ حسين زين رئيس الهائة الوطنية للإعلام وأنا وقعته نيابة عن سيادته مع الأستاذ حنبي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية من نتائج هذا البرتوكول تدريب الإعلاميين على ميساق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك الإعلامي والقوانين الإعلامية في مصر لأن النقابة ستكون معنية بعدة أمور من بينها إعطاء تصاريح مؤقتة لمن يعملون في الإعلام من غير أعضاء النقابة يعني المفروض أن عدو النقابة بيستلم مع الكرنبت على النقابة بيستلم مدونة السلوك ومساق الشرف المنشور في الجريدة الرسمية طيب واحد جاي ياخد منك رخصة أنه يشتغل تصاريح مؤقت لمدة سنة ده هيحصل إن شاء الله على تدريب بتوجهات من النقابة ولسه النهاردة كنا مع رئيس اللجنة التقسيم نتكلم في الموضوع ده وبننظمه إزاي الناس اللي جاي تاخد ترخيص عشان تشتغل في الإعلام في مصر سواء من الدول العربية أو من غير الإعلاميين من أعضاء نقابات أخرى يجب أن يحصل على هذا التدريب علشان يبقى ملتزم وعارف إحنا حدودنا إيه طيب حضرتك برضك أرجع لك تاريخيا لورا في سنة 2012 تشكلت لجنة برئاسة الأستاذ عمر بطيشة لمكافحة حاجة اسمها التحيز الإعلامي ما يسمى بالتحيز الإعلامي والطرق المستترة للتضليل الإعلامي واللجنة قالت أني بعض مزعين التلفزيون قلدوا الزملاء من الصحفيين اللي طلعوا على الشاشة إشمعنا الصحفي يطلع على الشاشة ويمارس كل ألوان الحرية دون ضابط وأنا كمزيع في الاتحادل الزعوة التلفزيون في ذلك الوقت أبقى ملتزم ومتقيد بتوجيهات الوسيلة وكذا وكذا فاللجنة حطت مجموعة من الضوابط للحياد الإعلامي والمهنية الإعلامية والكلنا هنا في الهائة الوطنية الإعلام بنلتزم بده طب ليه ده ما يبقاش ملزم للآخر يجب أن يكون ملزم للآخر ليه مش ملزم للقنوات الخاصة خلينا نقول وهنا ده هيبقى ده ملزم للجميع النهاردة في مجموعة من الضوابط تحطت في القانون اللي صدق عليه سيادة الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية أول هذا الشهر والقانون هيدخل حيث التنفيذ إحنا الآن في مرحلة مرتبكة اللي هي المرحلة الانتقالية يعني مرحلة انتقالية القانون جديد بيصدر هيئات بتتشكل ثم بعد ذلك تبدأ اللقيحة تنفيذية للقانون في الصدور ويبدأ التطبيق لكن إحنا من هنا إلى أن يحدث كل هذا يجب على كل من يظهر على الشاشة أن يتقل الله في مصر ويجب على كل من يضع معلومة أو خبر أو يعيد نشر خبر أن يستوسق ويتأكد ما إذا كان هذا ضارا ببلده والأمن القوم البلد ولا لا وهنا نؤكد على فكرة مهمة جدا اسمها فكرة المشاهدة النقدة لأن الإعلام مرسل ومستقبل بل أظهر المشاهد أنه لازم هو يختار اللي يصدقه بالضبط أصبح الآن المشاهد حضرتك المشاهد الآن شريك أساسي في العملاء الاتصالية يعني فيه برامج تقوم على الاتصال التليفوني فقط أو على التويتات بس فلابد أن أنا كمشاهد عندما أتلقى معلومة أو أتلقى خبر أو أقرأ على موقع مجهول في الإنترنت أقرأ عليه مجموعة من الأشياء اللي تمت لابد أن أنا أسأل نفسي عدد من الأسئلة من الذي نشر هذا الخبر طب إيه مصلحة اللي نشر هذا الخبر ومدى العدائية اللي تربطه ببلدي طب أنا كمواطن حتى لو صدقت هذا الخبر ومشيت في ركابه ونفزت أو تجاوبت مع اللي هو طب إيه الضرر اللي يعود علي أنا في شخصي أو في بلدي يعني إذا كانت فيه دعاوة بتطلب من الناس إنها تمارس أمور عنف وما إلى ذلك طب إنت بتضر بلدك ليه هو مين ده طب هو مستفيد إيه لو أنا أخطأت في حق بلدي فلابد إن إحنا كمشاهدين الأول ابتداء أن يبقى في حاجة اسمها ثقافة المشاهدة أو حاجة اسمها المشاهدة النقدة ودي تربية إعلامية بتدرس المفروض تدرس للأطفال يندرج تحت وعي المشاهدين العمل على وعي المشاهدين وتوعي للمشاهدين وده مدخل لتقرير إحنا مجهزين وحضرتك قصة تعمل البرنامج عن مدى إدراك المشاهد للمعلومة اللي بيسمع عنها أو بيقراها أو بيشاهدها من خلال برامج تلفزيونية يستوعد منها إيه ويصدق إيه ويرجع للمصدر إزاي لأن كل ده زي محضرتك بتقول علم ووعي حنشوف مدى وعي المشاهد بالكلام اللي إحنا بنقوله الحرب الإشاعات اللي إحنا بنشوفها والشائعات اللي بنشوفه في الوسائل المختلفة ومدى إدراكه يصدق إيه وما يصدقش إيه وينقيها إزاي نشوف مع بعض التقرير الشعاعات اللي بتبقى بشكل مباشر ومباشر يعني نعرضه أنا كفرض من الشام مصر مفهود أن أنا يبقى عندي يعني دقة تماماً في اختار المعلومة يعني ماشي أي حد يجي يقول لي معلومة أصدقها لأن في معلومات تضر الأمن لقوام مصر لازم يكون المعلومة ناخدها من مصدر موثوق منه ويكون صح ما نتخس أي قرار يضر البلد كلها بعد مرور وقت على هذا السيل من الإشاعات بدأ المواطن يكتشف أن هذه الإشاعات لو جه يقارنها بالواقع يلاكز وحسناً أن مجلس الوزراء عمل مركز للرد على الإشاعات لابد أننا كمواطن أنتمي إلى بلدي وعايش في هذا الواقع أننا أتلقى الإشاعة وما تصدقهاش لابد أن نتحرق عنها والله المفروض الإشاعة تبطلها ما توصلهاش ما تمدهاش ما تساعدش على أن هي تمتد المفروض الحاجة العقلي يشغلها وإنت اللي شاب بعينك في البلد كل شيء السوشيال ميديا هي اللي بدأت تسمم أفكار الناس بأن هما بدأوا بيتبادلوا أراء وبيتبادلوا أفكار بدل ما ينقلوها على أنها أراء وأفكار بينقلوها على أنها أخبار المفروض أن نحن ندور على مصدر المصادر الموصوب منها اللي نقدر نجيب منها المعلومات ما نصدقش أي حد يتكلم بنحاول نحافظ على أمن البلد بأن نحن لو في إشاعة كده ولا كده بنحاول نحن كمان نتصدلع مش بس من صدقهاش أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية في برنامج لقاء الأجيال لما عنا الدكتور خالد فتحالة رئيس معد الإزاعة والتلفزيون وبشرفنا أيضا في السوديو الدكتورة رانيا لاشين المستشار الإعلامي للمجلس العربي للصحافة والإعلام يعني إعلاميين زملاء عارفين متاعب المهنة ومشاكلها وتطورات اللي طرقت عليها مؤخرا وهنا إحنا لما بنكلم على الإعلام أنا مش عايز أتكلم بس على معهد أو على اتحاد أو على برامج أنا عايز أتكلم كمان على وسائل التواصل الاجتماعي اللي المشاهد فيها بيلعب دور دلوقتي فعال ولازم هو يدرك ده إنه هو دوره مش نوع يصدق أي حاجة ويتلقى الخبر بسهولة ويصدق ويردده ودي الأخطر فالإشعاد أو الشائعات دي قصة مؤخرا أصبحت منتشرة شوي وأصبح الواحد في حالة ارتباك حتى المتمرس منا يعني إحنا حتى كإعلاميين ما بقناش عارفين نصدق إيه وما نصدقش إيه ونرجع لمصدر الخبر ونراجعه إزاي رأي حضرتك إيه دكتورة؟ هو الشائعات دي بقت صناعة في الوقت الحالي بقت صناعة واستخدامت الشائعات دي هي وسائل التواصل الاجتماعي هي دي بقت الأدوات بتاعتها فإحنا استكمالا طبعا ده كلام دكتور خالد إحنا لازم نكون عندنا الوعي إن أنا أصدق إيه وما أصدقش إيه إيه اللي ممكن يقولهولي على بوست مثلا معين أنا دخلت عليه أصدق إزاي وما أصدقش لي قصة إن أنا أحرد بالعنف على بلدي وإن أنا أعمل أعمال غير منافية يعني للطبيعة لطبيعة الإنسان ده طبعا مفروض أن الواحد أصلا ما يجريش وراه ولا يبص عليه وبالعكس يبقى كمان دوره إيجابة إنه هو يعني يمنع حاجة زي دي إحنا نلعب على الوعي الفطري لإن مش كل الناس عندها طبعا درجة الثقافة والوعي أو إن فيه توجه من قناة معينة أو إعلامي معين سواء توجه ده على فكرة مش شرط يبقى موجه من دولة لا إحنا بنتكلم هنا أراءه الشخصية وعايز فرده ده أفصل حاجة ودي أصبحت منتشرة فأنا عارفة أن حضرتك لي يعني وسائل مختلفة بتحاول تحارب بيها وهنا بتكلم كمانصب دكتور خالد كمانصب دكتور خالد ككبرة إنه بيحاول يحارب الشائعات عارفة أن أنتوا ليكوا حملات عارفة أن أنتوا بتحاولوا مؤخرة هو طبعا يعني الأول موضوع الشائعات هو فكر هدام وفكر أسود بيستغل في الحرب النفسية لتدمير الأمم من داخلها وبواسطة أبنائها يعني مرحلة أو شكل مأشكال حروب الجيل الرابع لتكلم عليها الاستراتيجيين مكافحة الشائعات طبعا بتكون أول حاجة مكافحة وقائية أننا بأنشر الحقيقة وبالتالي تكون الحقيقة دمغة فتتلاشى معها لكن من يثير البلبلة ومن يثير الشائعات هو فكره مغرد بالأساس ولا يبتغي مصلحة الله ولا مصلحة الوطن هو أحد عايز مصالح خاصة أنه يعمل بلبلة وإصارة ويشكك في الإنجازات ويشكك في فبيفقد المواطن العادي السقة ويفقد المواطن العادي الإيمان ببلده وإيمان بمستقبله واستعادة أيضا يعني لما تبقى كل حاجة سودة الناس يحصل لها إحباط طب هو بيستفيد من جو الإحباط العام ده علشان خاطر يعني يعمل حالة من حالات الياس أنا طبعا فتتحول العضو مش منتج على طول فتبقى على طول شخص خامل وما دوستجم شخص خامل وسلبي فأنا لما أنا الأول كمواطن لما يعني أستقبل شائعة بسأل نفسي هل الشائعة دي بتتعارض مع السوابت يعني مع السوابت العادية مع السوابت اللي أنا عارفها مع الظواهر الطبيعية لما أعد يقول لك مثلا السمك من البلاستيك طب ما أنا بجيب السمك وبكله مش بلاستيك ولا حاجة أو الرز من البلاستيك يعني فهي شائعات حتى شائعات غريبة وشائعات فيها استخفاف بالعقول فأنا لو شغلت دماغي لحظة وأنا بستقبل الشائعة لن أصدق الشائعة دي أول حاجة طيب تعالي على المستوى المؤسسي هنا في اتحاد الإزعاء والتلفزيون أنا سبق وتقدمت في 2017 بفكرة لعمل حاجة اسمها مرصد مسبيل المتكامل وده بيقوم على عملية الرصد لما يعني ينشر ويزاع في وسائل الإعلام داخل الهيئة وخارجها والفكرة خلت موافقة الحمد لله وإحنا شغالين على تأسيس هذا المرصد الآن أما فيما يتعلق بمكافحة الشائعات فطبعا السيد رئيس الهيئة الوطنية الإعلام أصدر قرار بتشكيل لجنة لمكافحة الشائعات برئاسة سياتو وعضوية مجموعة من الخبراء الإعلاميين داخل الهيئة وخارجها وأنا عدو في هذه اللجنة وإحنا دلوقتي بنعد خطة إعلامية تنفيذية لمكافحة الشائعات بالتعاون مع أجهزة الدولة وجاء واللجنة شغالة في إعداد هذه الخط لكن بشكل عام إحنا لما بنتكلم على مكافحة الشائعات فده جهد جماعي تقوم به دولة بالكامل ويقوم به مجتمع مؤمن كل إنسان ليه دور في مكافحة الشائعات النهاردة أنا لما حد يجي يقول لي كلام غريب أو كلام يتنافى مع الواقع أو يتعارض مع السوابت أو كلام مش منطقي ويستغل في وسط كلامه جزء من الحقيقة يجب أن أنا أبقى عاقل وأستقبل يقول لك يكون لما يبقى المتحدث مجنون يبقى المستمع عائل ده المثل الشعب بتاعنا فأنا أبقى أعول على هذا هم بيستخدموا الوسائل للتواصل الاجتماعي للنشر الشائعات ولكن هناك ما هو أخطر من ذلك اللي هي حمالات الهمس وحملات الهمس دي يعني ناس كتير مش متنبهين لها إن النهاردة لما بقول إن مثلا في تجمع من التجمعات ميكروباس أو أوتوبيس يطلع اثنين ثلاثة من محطات مختلفة ويبدأوا يمارسوا حمالات الهمس وإصارة البلبلة وسط الناس واللي قاعد في آخر الأوتوبيس يصدق اللي في أول الأوتوبيس تطلعين بشكل منظم يعملوا حملة همس مثلا يعني بقدم مثال وليس يعني ما عنديش دليل على ده لكن ده مثال على حمالات لفظ حمالات الهمس طب مين اللي بيتعرض لحملات الهمس اللي ما بيتبعش التواصل الاجتماعي يعني مش كل الشعب يعني 60% مثلا بيتابعوا التواصل الاجتماعي لكن في نسبة حتى من المثقفين مش مركزة في التواصل الاجتماعي الأباء اللي زي حالاتي كده وربات البيوت والناس اللي مشغولها مش قاعدين طول النهار على الفيسبوك يعني لو جالوا إيميل بيتصل بواحدة يقول له افتح إيميل بعتلك إيميل طيب ده بيبقى أكثر عرضة لحملات الهمس في أماكن التجمعات في أماكن العمل في الأسانسير بتاع الشغل في المشعارف إيه وبيعودوا يسيروا البلبلة دول يابد من التصدي لهذه المجموعة أو لهذه النوعية من الناس والتصدي لهم يكون بنشر الحقائق وبالوعي لدى اللي واقفين لأن الدولة مش هينفع تمشي وراء كل واحد واحد يقول له في ودنه ما تسمعش ويسمع لكن لابد أيضا أنا أراهن على الوعي الجامعي وعلى الضمير الجامعي عند المصري بالضبط كده يبقى إحنا بنتكلم لما بنتكلم على إنجاح أي مشروع أي خطة أي قوانين جديدة بنتكلم هنا على الوعي الجامعي وعلى العمل الجامعي واللي أعرف فيه أنا كمواطن أنا مشارك إيجابي سواء بقى في محاربة شائعات سواء في إنجاح أي قوانين وتفعيلها أنا مشارك إيجابي وعلى مستوى المسؤولين وعلى مستوى القطاعات إحنا لازم نتكلم إن إحنا بنشتغل زي ما حضرتك قلت في الأول إحنا باش بنشتغل في جزر منعزلة إحنا بنتعاون كلنا وبنصوب خبراتنا كلها في قناة واحدة بشكر الدكتور خالد فتحالة رئيس معدل الإزاع والتلفزيون مرة تانية سعداء باللقاء بشكر الدكتورة رانيا لاشين وبشكر أيضا مشاهدين على متابعتهم لينا لقاءنا في نفس المعاد الأسبوع القادم وحلقة جديدة من لقاء الأجيال